عاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ومع عضو المجلس عبد الرحمن المحرم إلى العاصم عدن قادمين من المملكة العربية السعودية وكذل العليمي حرص المجلس والحكومة على الوفاء بتعهداتهم المعلنة للشعب اليمني بما في ذلك العمل من الداخل وإعادة بناء مؤسسات الدولة وشار العليمي إلى أن العمل جاري سيشهد تدخلات حيوية في مختلف المجالات بدعم من دول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات اشتركوا في القناة